الرفع عالم يقليم كردستان العراق في بعشيقة بعد ان قامت قوات البشمرك الكردية باستعادة السيطرة على البلدة من تنظيم داعش خطوة قد تشعل صراعا اخرى هذه المرة بين اربيل وبغداد فالبلدة تعتبر من مناطق النزاع اذ تعتبرها اربيل منطقة خاضعة ليقليم كردستان العراق في حين ان بغداد تنظر لها كبلدة ضمن الدولة العراقية وتتبع قضاء الموصل في محافظة نينوى ما يميز بعشيقة موقعها الجغرافي الاستراتيجي اذ تحيط بها مجموعة من الجبال وتقع على بعد 12 كم شمال شرقي مدينة الموصل البلدة تفصل بين يقليم كردستان من جهة دهوكا والمناطق ذات الغالبية السنية في العراق كما تبعد عن الحدود التركية بمسافة اقل من 100 كم نية اربيل في ضم بحشيقة لمناطق النفوذ الكردية تمثلت في العديد من التصريحات لرئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الى جانب تصريحات قادة البشمركا بشأنها ما يزيد التخوفات العراقية من هذه الاطماع ما جاء في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش فقد ذكر ان قوات الامن الكردية دمرت قرى ومنازل للعرب في نينوا وكركوكا خلال العامين الماضيين بمستويات ترقى الى جرائم حرب في حين لم تدمر منازل الاكراد في المقابل بدورها اشارت منظمة العفو الدولية لتعرض ابناء كركوكا من العرب لحملات اعتقال تعصفية من قوات البشمركا طالت العشرات علاوة على هدم بيوت عدد كبير من هؤلاء بمزاعم تواطئهم مع داعش دون خضوعهم للتحقيق الطرف التركي لا يبقى خارج المعادلة في ظل وجود عسكري في بحشيقة وقدر من التقارب الحذر بين انقر واربيل وتوترات في المقابل بين بغداد والاتراك عماد الدين همام العربية يger راتي وكما 5 مشهر على gotta算 و توجد لم تتبع